طب لو احنا عندنا قطاع باي اكسي المومنت بس عايزين لما نيجي نسلحه بدل ما حط الاربع جهات قد بعض عشان نوفر شوية قلنا نحط كل جنبين قدام بعض زي بعض يعني فوق وتحت زي بعض ويمين وشمال زي بعض فكين منسمع 2 equal sides فاكرين قلنا قبل كده امتى يفضل نحط التسليح 2 equal sides لما بعندي حاجتين اول حاجة لما تبقى الار بي اصغر من او تساوي 0.4 فاكرين قلنا حاجة تانية برضو لما يبقى المومنت الكبير موازيل عرض الصغير والمومنت الصغير موازيل عرض الكبير فاكرين قلنا في الحالة دي مش هبقى منطقي ان المومنت الكبير احط له تسليح قد المومنت الصغير فعلش كده نلجأ للتسليح بال2 equal sides وفي عندنا برضو حاجة كمان بنفضل فيها بال2 equal sides لما يبقى القطاع مطول قوي لما يبقى عندي عرض هنا اكبر من التاني بكتير هتلاقي عادة ان لو نسبة اتنين او اكتر يعني بمعنى صح لو لقيت العرض الكبير اكبر من ضعف العرض الصغير يفضل برضو ما حطش التسليح الاربع جهة تقضى بعض يفضل في الحالة دي برضو زي ما قلنا نحط الفوق وتحت زي بعض ويمين وشمال زي بعض طب تخيل مثلا لو ده شكل القطاع ساعتها هنحط التسليح ازاي مرة هصمم القطاع ده على اساس نعليه normal وم اكس وحط التسليح فوق وتحت واخد بالك هيبقى قد بعض ومرة تانية هصمم على normal وم واي واردو هنحط تسليح يمين وشمال قد بعض بس لو تاخد بالك لما نيجي نصمم هنا مرتين مرة على normal وم اكس ومرة على normal وم واي هنصمم كل واحدة فيهم ازاي عن طريق اليوني اكسيا الانتراكشن ده جرام بس برضو في حاجة زيادة تاخد بالك منها عشان ده باي اكسيا المومنت احنا بنحتاج شوية نتكبر الام اكس والام واي واحنا بنصمم بحس ان احنا بنعمل ايه لو انت مثلا عندك قطاع زي ده فكين قلنا مثلا لو طول ده اسمه ايه وطول ده مثلا كان اسمه بيه فكين قلنا قبل كده العرض بيقام الام اكس اللي هو الموزي الام اكس اللي هو الايه طب الام اكس ده محتاج حديد فين محتاج حديد تحت الدي اللي بتقام الام اكس فاكر بتتقس من الحديد لحد فوق خالص فكين دي اللي كنا بنسميها اي داش بالاي داش دي يعتبر الدفس او الدي اللي بتقام الام اكس الناحية التانية نفس الكلام بالنسبة لMY محتاج حديد ناحية الشمال يبقى الدين اللي بتقوم الMY فكين اللي هي المسافة دي من الحديد لحد الآخر دي هنسميها مثلا بي داش احنا عشان نصمم قطاع زي دا دلوقتي بنعمل ايه ببتدي احسب عندنا نسبة اسمها ألفا بي لو نعرفت احسب قيمة الألفا بي هعمل ايه هحسب مرة ممت اسمه MX داش بيسوي الألفا بي في المكس وبما ان الألفا بي دايما رقم اكبر من واحد يعني كأنك كبرت المكس شوية وسمناها MX داش ومرة تانية هحسب الMY داش هتسوي الألفا بي مضروع في الMY يعني كأني برضو اكبرت الMY شوية خليتها MY داش وزي ما قلنا هنصمم ساعتها القطاع مرتين مرة على النورمل وم اكس داش عن طريق اليوني اكس الانتراكشن دا جرام وحوط تسليح هنا وهنا ومرة تانية على النورمل وMY داش برضو اليوني اكس الانتراكشن دا جرام وحوط تسليح هنا وهنا طب هطلع الألفا بي ازاي بنحتاج ساعتها نحسب نسبتين عايزك تاخد الMY تقسمها على الديل بالقوامة فاكر الديل بالقوامة هنا اللي هي اسمها ايه اللي هي الMY داش وتاخد النسبة دي ترجع تقسمها على MY على البي داش لو الرقم دا اقل من واحد يبقى يتاخد زي ما هو لكن لو اكبر من واحد عايزك تعمل ايه ساعتها تقلبها عشان يرجع أقل من واحد يعني ما صح ترجع التقوض دا بتسوي MY على البي داش مقسوم على MX على الMY داش يعني كأنه بمعنى صح من القيمتين دول هاخد القيمة الاقل اللي هي دايما هتطلع لي اقل من واحد ليه؟ لأن خبالك عن طريق النسبة دي اللي هي MX على الMY داش على الMY على البي داش او العكس هتلاقي فيه عندنا جدول موجود في الكود هتلاقي بالظبط شكل عامل كده دي قيمة الMY داش على الMY على البي داش يا خبالك دي اللي هي أقل من واحد وهتلاقي هنا مكتوبة من 0 لحد واحد يعني 0 بعدين 0.33 بعدين 0.5 وبعدين واحد علشان كده أنا اهمني النسبة فيهم اللي تطلع دايما الاصغر وهنا هتلاقي قيمة الRB فاك اللي هو قيمة الP على الFSU في البي في تي برضو ليه قيم هنا يبقى عن طريق قيمة الRB وعن طريق النسبة لهذه الMX على الA داش على الMY على البي داش هتقدر من هنا تطلع قيمة الالفا بي وانسا انها انطلعت قيمة الالفا بي اقدر ساعات اعود هنا اطلع قيمة الMX داش اللي هو هتساوي الفا بي في MX وكمان MY داش اللي هو هتساوي الفا بي في MY وزي ما قلنا ابتدي اصمم مرتين يعني ايه مرة هصمم قطاع ده على الNormal وMX داش عن طريق مين زي ما قلنا الUNI Axial Interaction Diagram وانطلع قيمة الS والS داش مرة تانية هصمم قطاع ده كان بيأثر عليه الNormal وMY داش برضو عن طريق الUNI Axial Interaction Diagram واطلع قيمة برضو الS والS داش وبعد ما جبت الS والS داش اللي بيقامه الMX وكمان الS والS داش اللي بيقامه الMY عايزك تحسب الS Total فك الS Total بتساوي ايه مجموع كله على بعضه يعني هيساوي مجموع الS والS داش اللي بيقامه الMX وكمان الS والS داش اللي بيقامه الMY ده كده اخذ بالك الS Total اللي هنقارنه بالS Minimum فكين قلنا دايما وانطا بصمم الInteraction Diagram الS Total هيقارن بقى الS Minimum لها بوينت 8 عالمية في الB في T اللي هي مثلا في المسال ده هنا هتبقى في الA في الB والله لو طلعت الTotal اكبر من Minimum يبقى احنا نحط الTotal لو الTotal قال Minimum يبقى ساعتها نحط المنمم عموما كده لو الTotal اكبر من Minimum هتوزع الحديد بتاعك ازاي بالنسبة للMX داش انت قريدي مطلع الS والS داش يبقى هتيجي هنا تحط الS والS داش اللي بيقاموا الMX لوحدهم مرة تانية بما ان انت مصمم برضو على الNormal وMY ومطلع الS والS داش يبقى برضو هيتحط عندنا هنا ناحية المين وناحية الشمال الS بتاع الM وY داش ده كده تصميم قطاع باي اكسيال يعني بيأثر عليه Normal و Double Moment لكن في نفس الوقت احنا مش حطيني تسليح الاربع جهات قد بعض احنا موزعيني تسليح ان فوق وتحت قد بعض ويمين وشمال قد بعض